لم ينتظر جو بايدن أخذ قصط من الراحة فور دخوله البيت الأبيض حتى سارع بإلغاء قرارات كان قد أقرها ترامب مغيرا سياسة أمريكا طلت أربع سنوات ماضية يحدث اليوم ما يعكس تحليلا بعضه مريب عندما قررت إدارة بايدن إنهاء الحرب في اليمن بهدف إنهاء معاناة الإنسانية فيها من جهة ثانية فإن رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب جعل الكرة في ملعب إيران الروايتان تقرآن بمنظور نفوذ إيراني جديد في المنطقة يضمن لها تقوية أذرعها والتمدد أكثر من السابق لكن الإدارة الأمريكية تنتهج خطوات سابقة وضعت فيها سياسة رفض الاتفاق النووي بعد غياب الالتزام الإيراني للشروط والمواثيق توترا ليس وحيدا فطهران الآن في مشكلة مع الثلاثي الأوروبي الذي يقول إن إيران أخلت بالشروط المتفق عليها نتائج قد تكون عصيبة بمفهوم الترقب لما سينعكس سلبا على الواقع العراقي بوجه الخصوص فعدم وضع الإدارة الأمريكية اهتماما مطلقا للمشهد العراقي يقرب وجهات النظر حول أن تعتمد إيران على رفع منسوب التناحر على الساحة العراقية لطالما أنها لا تريد رضوخ للشرط الأمريكي برفع العقوبات مقابل الحديث على طاولة الاتفاق النووي في الأثناء يغلق جوانتانامو أبوابه هذا حديث تريد إدارة بايدن تحقيقه وفق ما أعلنت عنه المتحدثة باسم البيت الأبيض عن نية حقيقية بإغلاق المعتقل الأكثر أهمية في العالم تهديئة تربطها واشنطن بإفراجات على مفاتيح الحرب التي تقودها منظمات إرهابية بعض قياداتها حاصرها جوانتانامو بحراسة مشددة كل هذا يتطلب حماية لأمن المنطقة بما يكفل تضمين مطلب الدول التي عانت وتعاني من الإرهاب كما هو العراق الأكثر تضررا من إرهاب المنظمات التي تمد حبل النجاة دوما لدول تستمر طموحاتها على حساب الفوضى في دول أخرى